بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المشاهدون الأعزاء والمشاهدات الأعزيزات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في لقاء جديد ضمن هذه اللقاءات العلمية والثقافية والفكرية مع برنامج قضايا فكرية قضية اليوم بعنوان منظومة القيم بين الثبات والتغيير نعم الحاجة إلى القيم والمثل العليا دائمة ومستمرة كما هو حديثنا عنها متواصل من جوانب متأددة اليوم سنركز في هذه الحلقة كما ذكرت آنفا على موضوع منظومة القيم بين الثبات والتغيير انطلاقا من المحاور والأسئلة الكبرى لأتيها قراءة تاريخية لتطور القيم بالمجتمع المغربي أيضا القيم الأخلاقية بين الدين والأعراف والقانون ثم الأسرة مشتل لإنتاج القيم النبيلة حقيقة أم تصور كل هذا وغيره سنعرف تفاصيله مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب وهو أستاذ تعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضيات بمراكش وعاميد سابق بالكلية ذاتها أستاذنا الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا أستاذ إيشان بارك لو فيكم ونبدأ بداية أول سؤال في هذه الحلقة نقدم معكم قراءة نقدية وتاريخية لتطور القيم عموما والقيم في المجتمع المغربي كيف كانت وما هو واقعها ووضعها الحالي شكرا الأستاذ الكريم على هذه الاستاذفة أولا وبطبيعة الحال القيم كما هو معلوم هي مجموعة من المعايير مجموعة من القواعد والمبادئ التي يتوطأ عليها الأفراد داخل المجتمعات والتي من خلالها تصبح قواعد عامة تجمع بين كل هؤلاء الأفراد وتؤدي إلى تنظيم الحياة وسوب التعايش وأن كل هؤلاء الأفراد باتفاقهم هذا يعيشون في بيئة منسجمة متناغمة بناء على ما يرونه أفضل لحياتهم ولحياة أبنائهم وبطبيعة الحال أنه حينما نرجع إلى التاريخ نجد على أن في البداية كان المجتمع الإنساني كان عبارة عن أعشائر وعن قبائل في أغلب مناطق العالم وبطبيعة الحال كانت هناك قيم داخل هذه المجتمعات وكانت هذه القيم تتميز بهم جمعة من الخصائص منها أولا أنها كانت جماعية أن الجماعة أو ما يسمى فيما بعد بالعشيرة أو القبيلة أنها كانت هي تنظيم وبطبيعة الحال هذا التنظيم له مجموعة كما قلت من المميزات أنه جماعي لأنه يكون هناك قائد القبيلة أو العشيرة ويكون هناك مجلس وهناك أفراد كلهم يشاركون يعني أنه كان هناك تشارك فيما يتعلق بإنتاج القيم وكانت الأسرة وكانت القبيلة وكانت العشيرة ولكن هذه القيم حينما نقول القيم نحن ننظر إليها من زاوية القيم الفضلة ولكن هناك قيم أخرى أو ما يسمى بالأخلاق سيئة فالطبيعة البشرية أن الإنسان إما أن يكون خيرا وإما أن يكون من الصنف الآخر ونحن مرتبط بالطبيعة البشرية صراعة الخير والشر نعم صراعة الخير والشر التي كانت منذ الأزال وبالتالي فنحن سنركز على الجانب المثالي وعلى الجانب الذي يحقق السعادة داخل المجتمعات الطيب والخير على الطيب والخير وبالتالي فهذا التطور هناك عوامل اجتماعية هناك عوامل جغرافية هناك عوامل نفسية وهناك عدة عوامل أدت إلى تطور هذه القيم وكلما مرت العصور إلا وتطورت القيم فنأخذ على سبيل المثال المجتمع المغربي المجتمع المغربي أنه عرف بدوره تطورا لماذا؟ لأنه كان المغرب بدوره في البداية كان عبارة عن عشائر عن قبائل عن جماعات والسكان الأصليون بالمغرب طبيعة الحال كانوا عبارة عن جماعات عبارة عن قبائل وكانت هناك مجموعة من القيم التي تجمع أفراد هؤلاء هذه الجماعات هناك التضامن هناك التآذر هناك التآخي هناك التراحم ولو حتى قبل ظهور الأديان لذلك فهذا يعني أن المجتمع المغربي في بدايته وحينما بدأت منظومة القيم أنها تظهر أن هذا أدى إلى ظهور هذه القيم لكي يكون هناك سيل مندخل هذه الجماعات ولكن بطبيعة الحال هذه الجماعات حتى إذا رجعنا إلى التاريخ هناك بعض المميزات التي تميزها والتي تعرف خصوصا في مجال القانون يعني الأعراف آنذاك وأنه هناك كان ما يسمى بالانتقام الجماعي في حالة ما إذا تعرض أحد أفراد القبيلة للقتل مثلا أو للاعتداء فإن الجماعة كلها أو القبيلة تقوم برد الفعل وبالانتقام ثم انتقل إلى الانتقام الفردي ولكن نحن لا ننظر إلى هذه الزاوية ننظر إلى الجانب الآخر وهو أن هناك نوعا من التضامن نوعا من التآذر من التآخي من التراحم من الإيطار من الكرم من الشجاعة يعني هناك مجموعة من القيم ولكن مع الفتح الإسلامي للمغرب في النصف الثاني من القرم الأول للهجرة أنه جاءت قيم أخرى هذه القيم لم تكن مناقضة في جملتها للقيم التي كانت سائدة هناك بعض القيم التي كانت مناقضة للقيم الإسلامية التي جاءت بيد دعوة الإسلامية السمحة ولكن الإسلام كدين أنه جاء بمجموعة من القيم الجديدة التي من خلالها القيم الجيدة والقيم الطيبة والقيم المتلى والفضلة أنه حافظ عليها والقيم التي أنها تخلف حتى الطبيعة البشرية حتى الطبيعة البشرية وحتى ما يجب أن يكون عليه الإنسان فبطبيعة الحال أن الشرع الإسلامية وأن الدعوة الإسلامية قامت بإلغائها هي التي ذكرتمها من قبل يعني بالأخلاق الشريرة الشريرة الصفات الشريرة الصفات الشريرة فبالنسبة للقيم الإسلامية أولا مصدرها القرآن والسنة القرآن الكريم من خلال عدد من الآيات التي لا حصر لها أنها تحت على الأخلاق الفاضلة تحت على القيم وكذلك السنة النبوية الشريفة من خلال إما السنة القولية وإما من خلال السنة التقريرية وإما من خلال السنة الفعلية التي كان رسول الله الإسلام يقوم بها فبطبيعة الحال هذه القيم الإسلامية جاءت لتكرس وتتبت القيم الفضلة وأن تقوم برفض وإلغاء كل القيم التي لا تتمشى كما قلنا مع الناموس الأدبي والناموس الأخلاقي الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي اليوم أستاذي في الدراسات الأكاديمية وأيضا في الكتابات العامة كثير من الناس يقولون بأن هناك أزمة قيم ماذا يقصد بأزمة قيم هو في الجانب النظري أم الجانب التطبيقي وكيف يعني هل نكتفي فقط بالانتقاد نقول بأن هناك أزمة أو ينبغي أن نقدم الحلول كيف نكون مجتمعا قيميا مجتمعا يحترم القيم ويرقى بهذه القيم وحقيقة أزمة القيم لها أسباب متعددة هناك كما قلنا أسباب اجتماعية أسباب اقتصادية أسباب نفسية ولكن أرجعها كذلك حتى إلى الأسباب التاريخية الأسباب التاريخية حينما تم فرض الحماية على المغرب دخلت قيم جديدة من فرنسا ومن دول أوروبية وهذه القيم تختلف تماما عن القيم التي توارثها المغاربة قرونا وسنوات عديدة وبالتالي فأصبح بعض المغاربة في موقفين صعبين جدا وحرج لماذا؟ لأنه ورث عن أجداده مجموعة من القيم ولكنه في الوقت ذاته ووجه وواجه قيم جديدة ربما لا تنسجم مع طبيعته ربما لا تنسجم مع طبيعته وهذا ما أدى إلى أن تبدأ الأزمة فيما يتعلق بالقيام بالنسبة للإنسان المغربي وما زاد في الأمر صعوبة وشدة وهو حينما ظهر ما يسمى بالعولمة حينما ظهر ما يسمى بالعولمة لم يعود هناك أولا للقيام من خصائصها أنها نسبية وأنها مرينة وأنها كذلك تختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان ولكن مع العولمة أصبح العالم قريطا صغيرا وتصلك إلى عقر دارك وأبنائك إلى غير دارك تصل مجموعة من القيم التي لا علاقة لها نهائيا بالموروط الثقافي القيمي الذي سار عليه المغاربة قرونا وقرون فهذا خلق نوعا من صعوب النفس غزون خطير جدا غزون صحيح لكن ينبغي أن نواجهه ينبغي أن نواجهه بأن نتمسك بالقيم الخيرة وأن نقوم برفض القيم وأعتقد بكل تواضع لأن هناك معيارا بسيطا ودقيقا يمكن أن يقوم بالمساهمة في حل هذا الإشكال ما سيراه المجتمع غريبا لنبتعد عنه ما لا ينسجمه يعني أنه فيه نوع من الغرابة ويستغرب الإنسان من أخيه الإنسان أو من المغربي سواء في شكله أو في ملبسه أو في أقواله أو في أفعاله فهذا الفعل المستغرب منه هذا يدل على أن تلك القيمة ليست من ليست حسنة ليست حسنة إذن هذا معيار وربما هناك عدد من السلوكات التي تؤدي أو التي نراها يوميا في عدد من المجالات في عدد من المجالات وأعطي نموذجا نموذجا وفي أثناء قيادة السيارة فهناك قيم مع الأسف أنه هذا القيم يعني حينما نقول ننبذ العنف نجد أحيانا أن هناك عنف حتى ولو لم يكن هناك عنف جسدي فهناك عنف اللفظي قريبا بشكل شبه يومي وهذا لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن القيم الأصيلة والقيم التي جاء بها الإسلام والتي تحت على أنه ينبغي أن نحترم الغير وأن لا نمس عرض الغير وأن لا نؤذيه إذن فهذه القيم كلها لو أننا نعمل بها قولا وفعلا بمعنى أن تكون سلوكا فمطبع تحلل نقع في ذلك لذلك الأزمة الشق الثاني في الأزمة وهذا ألاحظه كمواطن كشخص كإنسان عادي ليس كباحث وأنه مع الأسف ألاحظ على أن الكل ينظر في القيم ويقول على أنني أنا ربما المثل الأعلى فميتلق بالقيم ولكن أبسط سلوكاته تأكس ذلك للأسف وهذا صعب جدا لأننا سنعيش نوعا من الانفصام بين السلوك وهو مرد انفصام في الشخصية وهو مرد انفصام في الشخصية وانفصام في القيمة وهو يقول مثلا خصوصا الآباء أنه يقوم بتربية أبنائه على قيم معينة لا ينبغي أن تقوم بكذا فإنه لا يجب أن تقوم مثلا إلى غير ذلك ولكنه يقوم أمامه بسلوكات فيستغرب الطفل مخالف لما يدعوه لما يقول وبالتالي هذا سيخلق أزمة داخلية لدى ذلك الطفل فيما يتعلق بتلقي تلك القيم هل سيأخذ بما يقول أبوه أم سيأخذ بما يفعله وهذا يؤدي إلى نوع من من الأزمة الحقيقة هذا الذي يحدث الأزمة نعم يحدث الأزمة وهناك عوامل كما قلت ده الطبيعة الاجتماعية فيما يتعلق بالهشاشة بالإقصاء بالفاقر بالعطالة يعني عدد من العوامل التي تؤثر خصوصا أنه الآن الذي نراحض كذلك ومع الأسف وللأسف وأنه غلبت القيم المؤسسة على المادة على الشكل على المظاهر وبالتالي لا نريد لمجتمعنا أن يسير في هذا الاتجاه لأنه طبعا الحال نحن لا نعمم هناك من لا يزال متمسكا بالقيم الروحية بالقيم النبيلة بالقيم الفضلة والخير باقي في الأمة وسيبق والحمد لله ولكن مع ذلك نريد لأنه نحن نحكم على الأغلبية فالمجتمع المغربي الآن يسير في اتجاه أننا نسير مع المظاهر مع الشكلانية وهذا سيؤثر على أبنائنا وعلى أجيالنا القديمة نتقل بكم أستاذ كريم في نفس السياق القيم الأخلاقية بين الدين والأعراف والقانون نعم نعم أولا حينما نقول قيم حينما نقول أولا المقارنة بين الدين والعرف والقانون الدين قواعد تنظم المجتمع نعم الأعراف قواعد تنظم المجتمع القانون قواعد تنظم المجتمع أنه يكون هناك نوع من التلاقي بين هذه القواعد من حيث كونها أولا أنها قواعد الطبيعة الاجتماعية أنها قواعد تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وأنها قواعد مجرد لا تخص شخصا بعينه أو بذاته وإنما تتعلق بالصفات بالسلوك ولكن هناك اختلاف بين هذا القواعد الثلاث القانون معروف بأنه إضافة إلى هذه المميزات والخصائص أنه ملزم ومكره للأفراد ينبغي أن يلتزموا به وهناك عقوبة مادية إن لم يقم بالالتزام بما جاءت به القاعدة القانونية سواء تعلق الأمر بالمادة المدنية بإبطال عقده إن لم يكن مستوفيا للشرط أو ببطلانه أو بتعويض الضرر إن قام بالضرر الغير أو على المستوى الزجري إذا قام بارتكاب جريمة فإنه يزج به في السجن أو أنه يقوم بأداء الغرامة مع السجن إضافة إلى التعويض إذن هذا الجانب الزجري فيما يتعلق بالقواعد الدينية خصوصا الدين الإسلامي حينما نقول الدين إذا أردنا أن نتحدث عن الأديان السماوية الأخرى لم تتطرق بشكل كبير ووافي وشافي للعلاقات لتنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وإنما ركزت على العلاقة بين الفرد وبين الله أو بين الله في حين أنه بالنسبة للدين الإسلامي وهذه خاصيته أنه ينظم ثلاث علاقات العلاقة الأولى بين الإنسان ونفسه أولا العلاقة الثانية بين الإنسان وربه ثانيا العلاقة الثالثة بين الإنسان وأخيه الإنسان وبالتالي فهو فيه قواعد عامة مجرد مرزمة كقانون ولكن في قواعد عامة مجرد وسلوكية ولكنها ليست مرزمة بالجزاء المادي ولكن هناك استهجان عدم هناك العقاب الأخروي أن الإنسان الذي لا يؤمن أو يعتبر كافرا أو الفاصق يعني وعد ووعيد وعد ووعيد يعني إذا فعلت الخير لك الجزء الأوفى وإذا فعلت عكسه صحيح لذلك حينما نرجع إلى القيم فهناك قيم مشتركة بين هذه الفئات الثلاث من القواعد يعني نجد التضامن سواء في القاعدة الدينية أو في القاعدة القانونية أو في القاعدة العرفية وحينما نقول العرف هو أقدمون من حيث الظهور وتاريخا من القانون لأن القانون جاء مع نظام الدولة نظام الدولة التي تتوفر على سلطة تشريعية وعلى سلطة تنفيذية وعلى سلطة قضائية يعني ما يسمى بالدولة المنظمة المجتمع المنظم ولكن العرف كانت سابقة تاريخا لماذا؟ لأن المجتمعات حينما ظهرت القيم كانت في إطار مجال قيمي في مجال ميتالي في مجال نبل للأخلاق ولكن حينما نتحدث عن العرف فهي قواعد قانونية وبالتالي كان ربما هناك لا في المغرب مثلا قانون حمربي فكان قانونا كان قانون عبارة عرف كانت سائدة ودوينت كذلك بالنسبة للمغرب هناك أعراف التي تقوم بنفي من قام بجريمة من القبيلة تقوم بنفيه أو تقوم بحكم عليه بأداء تعويض معين أو بتطليق زوجته منه إلى غير ذلك من إذن فالأعراف كذلك لها طابع قانوني القانون المغربي على وجه الخصوص حينما ندرس القانون نجد أن هناك فعلا قيم حاول القانون المغربي أن يقوم بتأثرا بالشريعة الإسلامية وبالفقه الإسلامي أعطي أمثلة بسيطة اشترات الفائدة بين المسلمين باطل بالنسبة للمغربي باطل كيف اشترات الفائدة؟ فيما يتعلق بالقرود لأن الفصل 870 من قانون تزامات العقود أنه يقول اشترات الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وبالتالي فلا يجوز أن يتم الاتفاق طبية الحالة ربما قد نرى على أن هناك فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية أن هناك سائد ولكن هذه المؤسسات ولكن بالأفراد وخصوصا أن تكون اشتراتا أن يشترط ذلك في العقد إذا اشترط في العقد فإن ذلك الشرط يعتبر بطلا من بين الأمثلة كذلك وأنه على مستوى تنفيذ العقود هناك قاعدة في الفصل 213 من قانون تزامات العقود أنه ينبغي تنفيذ العقود بحسنينية لا ينبغي أن ننفيذ العقود بسؤينية هذه قيمة كذلك من بين الأمثلة وهي التقاضي بحسنينية أو ما يسمى الشخص حينما يريد أن يطالب بحقه ينبغي أن يسلك المساطر وبالتالي فإذا تقاضى بسؤينية هذا ما يسمى بالدعوة الكيدية ينبغي أن يقوم بأداء غرامة لفائدة الخزينة لأنه لم يلتزم بالإجراءات التي ينبغي أن يسلكها أو أن الدعوة التي أراد أن يقوم برفعها ضد الشخصين معين أنه أراد أن يكيد به فقط أنه ليس هو لا مدينة ولا لم يقوم بأي فعل يضر بمصالح ذلك المدعي وهنا لا يسمى مدعيا أصلا يسمى مفتريا لماذا؟ لأنه يفتري مجموعة من غير موجود إذن فهذا التقاضي القانون يعتقد بعض الناس لأنه مجرد نصوص جافة مباشرة زجرية ولكن هي تفوح منها أو من جوانب متعددة منها رائحة القيمة أو رائحة القيمة والأخلاق والجانب الإنساني حارف في هذه المنظومة صحيح أعطي مثال آخر ما يتعلق بالجانب الجنائي الجانب الزجري هناك كتاب خاص في القانون الجنائي المغربي والقانون الجنائي حينما نقول القانون الجنائي كلما يتعلق بالجرائم وبالعقوبات وبالمسؤولية الجنائية فهناك كتاب خاص أو فرع خاص بجرائم الآداب انتهاك الآداب وانتهاك الأخلاق مثلا ما يتعلق بجريمة الخيانة الزوجية ما يتعلق بجريمة الفسد ما يتعلق بالبغاء ما يتعلق بالتحريض على الضعارة ما يتعلق بالشدود الجنسي هذه فيها كلها فيها عقوبات كلها عقوبات لماذا؟ لأنها تمس بقيمة يعني من أجل محافظة على منظومة القيم على منظومة القيم كذلك على مستوى المدني القاضي حينما يقوم بالتدليس أو بالغيش أثناء تحقيق الدعوة يجوز للمتضررين أن يقوم بمخاصمة القاضي إذن هذا ماذا يعني؟ على أن هناك قيمة ينبغي أن القاضي هو المسؤول عنها أن يكون عادلا بين الأطراف وبالتالي إذا تجاوز هذا الخط إلى التدليس أو الغيش أو كذا فيمكن أن نقوم بمخاصمته ونخاصمه أمام محكمة النقد كذلك هناك ما يسمى بالتجريح حينما يكون القاضي حينما يكون القاضي مثلا قد سبق وأن كان شاهدا في قضية معينة وعرضت عليه لا يجب أن يبت في ذلك النزاء كذلك من بين أسباب التجريح وأنه في حالة ما إذا كانت هناك عداوة ظاهرة بينه وبين أحد الأطراف أو إذا كان من أقاربه فلا يجوز بل إن قرى المصر المدني المغربي أنه جاء بقاعدة جيدة جدا وهي لها حمول قيمية وأنه لا يمكن للقاضي لا يمكن للقاضي في حالة ما إذا كان زوجه يعني الزوج ذكر أو أنت أنه إذا كانت لديها دعوة في المحكمة لا ينبغي أن تعرض على المحكمة التي يوجد بها ذلك القاضي محكمة مطلق المحكمة المحكمة ينبغي ليس عليه فقط بل محكمة كلها ينبغي أن ترفع أمام محكمة أخرى والرئيس الأول هو الذي يعين المحكمة لماذا؟ للحفاظ على ماذا؟ على الحيات والحيات قيمة على العدالة إذا أستاذ الدين والعرف والقانون هذه القواعد كلها تحافظ أو جئ بها من أجل أن تحافظ على منظومة القيم حتى تكون المجتمعات ذات قيم أخلاقية نبيلة نافعة للجميع أستاذ أختم معكم لنوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة آخر سؤال مرتبط بدور الأسرة تحدثنا عن دور المؤسسة التعليمية بشكل عام دور الأسرة هناك مؤسسات عديدة يمكن أن تقوم بدورها الكبير في تثبيت القيم لدى الأطفال ولدى الشباب ولكن من بين هذه المؤسسات مؤسسة الأسرة كيف تسهم وبها نختم شراء مؤسسة الأسرة هي نواة المجتمع الأسرة في المغرب أعرفت نوعا من التطور والذي أعتقد على أنه يعتبر تطورا في اتجاهين ربما لا يبشر بخير إن نحن سرنا على هذه الشكلة لماذا؟ لأنه أولا كانت الأسرة في البداية كانت في شكل عائلة وبالتالي كان نوع من الانسجام كان نوع من التآذر والتآخي والتراحم بين أفراد العائلة والأسرة كانت جزءا من تلك العائلة الآن مع القيم الجديدة التي جاءتنا عن طريق العلماء والتي جاءتنا عن طريق ما يسمى بالمثاقفة القانونية القوانين عن طريق ما يسمى من طبيعة الحال لحقوق الإنسان المساواة العدالة الاجتماعية إلى غير ذلك إذن هذا الطرف حتى في الأسرة الآن أصبحت الأسرة تتكون من الأبي والأم وأطفالها الأسرة النووية وهذا له أثر كبير على الأسرة في مهمتها فنلاحظ لأن حتى مدونة الأسرة فيها مجموعة من الجيونب الإيجابية ولكن هناك بعض الأمور التي التي ربما قد تسبب في تفكك ولا أدل على ذلك من أنه منذ صدر مدونة الأسرة إلى اليوم ارتفع عدد حالة تطليق للشقاق بشكل كبير لماذا؟ لأن تطليق للشقاق كمؤسسة يعني كمؤسسة أو كطلاق كتطليق أنها تطليق للشقاق يمكن أن تقوم به الزوجة دون إثبات وهذا طبعاً الحال هذا رفعاً للحيف الذي كان في السابق ولكن مع ذلك هناك بعض النساء أنا لا أقول لا أعلم هناك بعض النساء لا يستغلنا هذا النص ويطالبنا بإنهاء العلاقة الزوجية رغم وجود الأطفال وحينما يجد الأطفال فكيف للأسرة المفككة التي فيها طلاق أن تقوم بتربية الأطفال الطلاق يتأرجحون بين أبيهم وبين أمهم وإذا لم يكن هناك وعي والتزام بالقيم التي تحدثنا عنها الأم تحرد والأب يحرد والأطفال هم الضحية لذلك فالأسرة ينبغي أن يكون هناك نعمل تنازل بين الزوج والزوجة لفائدة الأسرة ولفائدة أن تكون هناك قيم مشتركة لفائدة نظومة القيم لفائدة نظومة القيم سيد الكريم هذا مضوع يعني فعلا هناك مؤسسات يعني ينبغي أن تزيد في جهودها يعني هناك الجميع يعمل والجميع يريدوا الخير جميع يريدوا أن تكون هذه الأمة بخير وأن نتقدم إلى الأمام ولكن نحتاج إلى زيادة العمل شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب أنتم أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القضائية بمراكش وعميد سابق لكلية ذاتها شكرا جزيلا لكم مرة أخرى شكرا لكم على هذا الموضوع لأنه قيم جدا وبالتالي فنتمنى لبلدنا الخير العام إن شاء الله بارك الله فيكم شكرا لكم مشاهدين كرام مشاهداتنا الكريمات شكر وموصول أيضا للفريق تقني الساهري على إخراج هذه الحلقة إلى اللقاء في حلقة مقبلة مع قضية جديدة